هذا ويمثل تنظيم مملكة البحرين السباق الفرميلة وانقصة نجاح بحرينية تعزز قدرة المملكة وخبراتها في تنظيم البطولات والفعاليات الكبرى على مستوى العالم وبدورها تتخذ وزارة الداخلية ما يلزم من إجراءات أمنية للمساهمة في إنجاح البطولة وفق أعلى معايير السلامة يعد سباق الفرميلة وان علامة رئيسية في مجال رياضة السيارات على المستوى الدولي حيث تم إطلاق مسمى عشرين عاما من صنع التاريخ والذي تم إطلاقه على سباق هذا العام والذي تحتفل به حلبة البحرين الدولية بمرور عشرين عاما على استضافة سباقات الفرميلة وانطلاقا من دور وزارة الداخلية والتزام الإدارات المعنية بأداء واجباتها في تنظيم وتأمين السباق تم اتخاذ ما يلزم من إجراءات أمنية تنفيذا للخطط الموضوعة سلفا من أجل المساهمة الفعالة في إنجاح البطولة تتولى الإدارة العامة من المرور التنظيم المروري تنسيق مع حلبة البحرين الدولية لاستقبال جائزة البحرين الكبرى سباق الفرميلة واحد من خلال توزيع ضباط وضباط صفح في كافة الشوارع المحيطة بحلبة البحرين الدولية ومن خلال تعاون مستمر مع حلبة البحرين الدولية تموا الضوحات أكترونية تسهل عملية وصول زوار سباق الجائزة البحرين الكبرى إلى مواقف حلبة البحرين وعلما بأن الإدارة العامة المرور في اليوم الأخير بعد انتهاء السباق ستقوم بتقيير حركة خروج المركبات من خلال مواقف حلبة البحرين باتجاه الصحيح وباتجاه أكسسير ويرجى من رواد حلبة البحرين الدولية لالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية والتعاون التام مع رجال الآمن ورجال المرور المنتشرين على كافة الشوارع المحيطة بحلبة البحرين مع وضع الملصق الأمامي في النافذة لتسهيل عملية دخولهم وحفاظا على سلامتهم قامت مديرية شرط المحافظة الجنوبية بالعديد من الإجراءات الأمنية وذلك مساهمة منها مع الإدارات ذات الاختصاص في تنظيم سباق حلبة البحرين الدولية للفرم الأوان وذلك من خلال اكتساب الخبرات الطويلة المدى خلال عشرين عام لتنظيمها هذا الحفل الرياضي العظيم حيث قامت مديرية شرط المحافظة الجنوبية في الترتيب والتنسيق في العديد من المواقع في حلبة البحرين منها قرفة العملات المشتركة وذلك لسهولة التواصل ونقل المعلومات وأيضا توزيعهم في نقطة تلقي البلاء الخاصة في الساحة الرئيسية لحلبة البحرين الدولية وكذلك نشر شرطة خدمة المجتمع في الطرقات العامة والفرعية لحلبة البحرين الدولية وذلك لتسهيل وتنظيم وصول المواطنين وأيضا متابعين الحدث العالمي الرياضي لحلبة البحرين الدولية هذا وتم دراسة خطط التأمين والتدريب عليها جيدا واتخاذ الاستعدادات والخدمات الأمنية وخطط الطوارئ والتعاون والتنسيق التام للتعامل مع أي طارئ بالتنسيق مع إدارة الحلبة كما عملت شؤون الجمارك على إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بالفرق المشاركة والتي تصل وتخرج من البلاد بفترة محددة الإدارة العامة للدفاع المدني تبذل جميع الجهود لتأمين سلامة المشاركين وجميع الحضور في جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورميلا 1-2024 حيث تم التأكد من الاشتراطات والأمن والسلام للمواقع المتواجدة في حلبة البحرين الدولية وكذلك نشر القوة البشرية من ضباط وضباط الصف من أصحاب الخبرات المتدربين على الآليات الحديثة المتطورة بالتكنولوجيا وذلك لخدمة المواطنين والمشاركين وزوار الفعالية على مدار 24 ساعة وتتمنى الإدارة العامة للدفاع المدني نجاح السباق والسلام للجميع دور شون جمارك في حلبة البحرين الدولية هو السلام الشحنات من جميع المنافذ الجمريكية وتفتيش معينتها وتسليمها للفرق بأسرع وقت ممكن دون تخير هذه في الدخول وفي الخروج نقوم بمطابقة ما داش إذا بنطابقوا كل شيء فيشحن إلى المنافذ المعنية السنة دخلنا نظام الإلكتروني وإحنا ممنونين حق اللي نقوم به من خدمة الوطن إن شرطة البحرين تمتلك العديد من الخبرات والتجارب المتوفرة من تأمينها سنويا للحدث الرياضي العالمي الأمر الذي يعزز قدرة البحرين وخبرتها في تنظيم البطولات والفعاليات الكبرى على مستوى العالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر